اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإنجازات والمكتسبات التي حققتها اللجنة الأولمبية في ظل الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعم واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة منوها بالجهود الكبيرة التي بذلتها الاتحادات الوطنية بعدما شهد عام 2019 إنجازات استثنائية وتاريخية للرياضة البحرينية تكللت بتحقيق 683 ميدالية متنوعة بينها 304 ميداليات ذهبية لتنجح الاتحادات في تطبيق شعار عصر الذهب إلى واقع ملموس جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع الجمعية العمومية رقم 40 للجنة الأولمبية البحرينية والذي عقد يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية وذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وارواساء وممثلي الاتحادات الرياضية والجهاز التنفيذي للجنة وألقى سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة كلمة رحب فيها بالحضور وأثنى على جهود الاتحادات الرياضية مؤكدا سموه على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات جديدة ونتائج أفضل مضحا سموه أننا نعيش في عصر الذهب وليس عام الذهب وهو ما يعني أهمية العمل بكل جد واجتهاد لأن تكون السنوات القادمة مليئة بالنجاحات والإنجازات ليكون عصرا ذهبيا بامتياز ولنواصل كتابة فصل جديد من مسيرة الإنجازات والنجاحات للرياضة البحرينية كما أشهد سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة بالعطاء المتميز للجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية بقيادة الأمين العام سعادة السيد محمد حسن النصف وباقي الموظفين والذي أثمر عن تطوير العمل داخل اللجنة الأولمبية إداريا وماليا عقب ذلك وجه سموه الأمين العام سعادة السيد محمد حسن النصف لإدارة الاجتماع والانتقال إلى جدول الأعمال حيث استهل الحديث بكلمة رحب فيها بسمو شيخ خالد بن حمد الخليفة كما رحب بجميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وممثلي الاتحادات الرياضية في الاجتماع منوها بالجهود البارزة لكافة الاتحادات الرياضية والتي استطاعت أن تتخطى جميع الصعوبات والتحديات بتحقيق إنجازات لافتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر